مرحبا بكم رجعنا لكم وصفة جديدة اليوم نعمل خبز خالي من الكلوتين من دقيق الزرة وصفة بسيطة وسريعة يلا الوصف دقيق الزرة يوجد منه خشن في منه ناعم احنا بدنا ناعم ليس نشاء الزرة نشاء الزرة لونه أبيض هذا لونه أصفر مثل ما انتم شايفين اثنين كوب من دقيق الزرة واحد كوب ماء دافئ وقليل من الملح ومعلقة صغيرة خميرة نضع كوب الماء الدافئ ومعلقة صغيرة خميرة وقليل من الملح نضع في البداية كوب واحد من دقيق الزرة وبنشغل الخلاط الكوب الثاني نضعه بالتدريج ممكن احنا نحتاج أقل من 2 كوب يعني بقليل نضعه بالتدريج يعني احنا ممكن ما نحتاج 2 كوب ممكن أقل من 2 كوب حتى يقدر يقوم الخلاط هكذا زاد معنا يعني تقريبا 2 كوب إلا معلقة كبيرة يعني أقل من 2 كوب معلقة كبيرة مثل هيك لازم يكون الخليط نضعه على ورق الزبدة ونقسمه إلى 4 أكسام موضوع كتير سهل وبسيط ممكن وضع السمسم أو أي نوع من التوابل هو اختياري أنا وضعت السمسم نترك العجنة تخمر لمدة ربع ساعة أو حسب درجة حرارة المطبخ ممكن تأخذ أكثر من ربع ساعة بنقوم بتشغيل الفرن مسبقا من الأعلى والأسفل على درجة حرارة عالية جدا 270 درجة مئوية أنا شغلت الفرن الموجود عندي 270 درجة مئوية بنوضع الخبز على الرف الأوسط لمدة 5 دقائق ممكن يكون الفرن عندكم 250 المهم أعلى إشي هيك بنترك الخبز يبرد على شبكة المطبخ نتركه يبرد حفر جيكو هو لسا عصقون شوية لكن هنا حفر جيكو يا كيف هو كتير بسيط هو خالي من الجلوتين ممكن نعمله ساندويج مثل الهامبورغر ملاحظة يجب عليكم التأكد من هذه الوصفة تناسب نظامكم الغذائي أو الوضع الصحي لا يوجد وصفة تناسب جميع الأشخاص وصفة كتير بسيطة وسهلة أتمنى تكتبوا لي رأيكم تحت في التعليقات لأن رأيكم كتير بهمني الناس الموجودة عندي على الصفحة على الفيسبوك أتمنى اشتركوا بقناة اليوتيوب اسم القناة شيف نائل من شان يوصلكم كل جديد في أمان الله